وارجعت لكم بعد الفاصل لو تفتكروا قبل الفاصل الصلطة اللي كانت معمولة بالتفاح وكانت معمولة بالبصل الاخضر والفلفل الالوان والجزر كانت والتونة كانت محتوطة في طبق قوقع اللي تبقى حطيته بقى في طبق سمكة ايه رأيكم وغطيته بالجزر المبشور ايه رأيكم بقى نزوق السمكة عملت بس ديلها كده بالكاتشاب الاحمر على الطبق عشان بس يدي شكل منور هعمل بقى اصدف السمكة يعني بصوا عشوائي كده مش مش لازم يعني نعمل شغل محترفين احنا في بيتنا وجيلنا ضيوف وفرحانين بيوم زي دوت وقعدين بقى بنا زوق فيه ممكن بنوتة ولا الطفل صغير اي حد يقف يزوق كده يعني مش شرط موامة شفتوا جميل ازاي بس وافضل اعمل كده لحد لما اوصل للاخر ازود هنا شوية عشان سمكت عريضه بس شايفين جميلة ازاي وممكن بقى نعمل ايه جناحات السمكة طلع كده نعمل لها حاجات كده بالكاتشاب زي من تحت كده عشان بس يردوا على اللفدل السمكة يعني دايما لما نعمل حاجة نعمل حاجة قصادها ترد قادي السمكة الحلوة بتاعتنا واخد حتة من اعشاب البحر وحطها في بقها ايه رأيكم في السمكة الجميلة دي انخليها هنا بقى ونعمل العصير بتاعنا امبارح لو تفتكروا في الحلقة بتاعت امبارح انا عملت ايه عملت فروط صلات او صلاتة فواكه وقلت ايه علشان لو عايزين نعمل بكرة واللي هيفيد انا هحصح اعمله عصير اجي اللي فاض هجيبو وهعمله عصير هحط كل الفواكه على بعض وهعصر هحط كنتلوب الموجود عندي وهحط اناناس والمية بتاعت الاناناس دي هحطها برضو والبرتقان هخليه ازوق بيه دوت انما هحط ايه عصير برتقان هنا او كمان هحط منه جوه الكبايات ده الموز الموز دوت عليه عصير برتقان عليه عصير لمون فهيدي برضو مزازه حلوه للعصير بتاعي انا خدت جزء من العصير بس ما حطتوش كله عشان ما يبقاش مززقوي وهاخد ايه تاني اشيل البولات عشان افضي قدامي مكان واخد حاجة كمان هجيب الفراولة هشيل السليم الاول كده وهاخد اللي احنا كنا مقطعين وفاكرين ان احنا كنا مقطعين انه احداد فراولة فاكرين طبعا فلحقناش دينسة من مبارح بس ونحط دي كمان ونحط دي ونخلي دولة تيمكن نحتاجهم نزوق بيهم وهعمل ايه بقى انا كده حطيت من كل الحاجات خلاص التفاح انا هحطه متقطع حتة هو والبرتقان ده جوا الكبايات هجيب معلقة او سكينة افضل وهحط عسل بقى عشان العصير بتاعنا ده النهاردة يبقى مميز انا هعمله بالعسل انا هعمله بالعسل خلي بس الحاجات اللي انا هشتغل فيها جنبي وانظف المكان قبل ما جي اكمل وندرب العصير دربنا العصير الجميل انا هاخده هناك عشان وانا بشيلي السكينة متنزلش بس على الارض وتلزق ونخلي بالنا مش معانا ان احنا بقى في مناسبة ومتصربعين وعايدين نعمل احنا بنعمل شغل رايق نرمي السكينة في الحض لا ما ننسيش احنا دايما بنقول السكينة نحطها على جمل هاجيب بقى الكبايات والسوق انا هحط برطقان في الكباية من تحت هتقول بيدي طعم حلو جدا وهحط قطعة الفاح زي لما بنجيب هاخسل بس السكينة هحط تجيب واخده بيدي انا راح اخسل السكينة مش عارفة ليه اخسل السكينة كويس وهحط فيها قطعة الفاح زي العصير اللي بنشتريها الجهزة اللي بيقوم تقطع فيها قطع فكهة عارفين بقى العصير ده لما بيبقى سائع اول حاجات الفواكه اللي ضربناها دي محطوطة في الفريزر وناخدها نضربها بيبقى كأننا بنأكل جيرانيتا خصوصا وهي بالعسل وممكن نحطها في صانية واسعة ونحطها في التلاجة ولما تبدأ في الفريزر ولما تبدأ تتجمد نعمل ايه اول ما تبدأ تتجمد نجيب شكتين ونفضل نعمل فيها كده نخليها تبقى عبارة عن حاجة زي التلج هيشة ونرجعها الفريزر تاني بعد كده بقى تتحط في كاسات وتتاكل احلى جيرانيتا يعني احلى من الجيرانيتا اللي نجيبها من اي حتة جربوها هتعجبكم ان شاء الله اي فاكهة عندك حطي عليها عسل او سكر زي ما تحبي ويا ريت بقى بس لو هتحطي سكر مش عسل تعملي ايه نغلي السكر على النور يعني نعمله كأنه شربات خفيف علشان لما تتحط في التلاجة ما تبقى شتلج تبقى جيرانيتا تنفع تتقطب ما تبقى شتلج انا مش عايزها مليانة قوي كده عشان اعرف احط برتقون او اعرف ازوقها يعني مش عيب ابدا ان احنا نرجع في حاجة عملناها يا جميع اتملت مني زيادة ايه المشكلة عندي معلقة عايزة اخليها كده هو ودولت هصبهم برضو في كسات تانية بس انا يعني بعمل قدامكم الكوب بيتين دول وهمسح كده بقى ونظف المكان حواليا انا حطيت او حطيت في واحدة ومحطيتش لسه في التانية دور على فرولية كده يكون شكلها حل بصوا بقى هعمل ايه العصير ده هو التقيل يعني انا لو قطعت كده كم حتة برتقون وحطيتهم على وشه هيدو لون بس اشيل البزر ده عشان اول ما نيجي نشرب نحس ان ما نلاقيش القطع تحت بس نلاقيها فوق كمان عشان تلحق تنزل بقى تحت دي ساعة التقديم على طول نعملها انا بقى لازم افضي كل المكان اللي حواليا ده عشان اقدر اقدم لكم كل الحاجات اللي انا عمليها موسيقى موسيقى انا مرسوطة حاسة ان انا كده اه في شام النسيم بجد يعني انتعاش غريب شام النسيم له روح تانية بسم الله الرحمن الرحيم ده كان طبق الحمص والترمس والخضروات المشكلة بتاعتنا ده طبق الفطار وده طبق الغداء المتين ودوة التونة بتاعتنا السلطة اللي معمولة سلطة الخضار اللي معمولة بالتونة ودي سلطة الخضار اللي معمولة بالتونة في القوقع دي السمكة ودي الكوقع ودوة البيض اللذيذ بتاعنا اللي احنا هنفتر به كتاكيتي دول في خصية بس وقت من هنا حطها ناقص ايه تاني ما جبناهوش ودولات القرانب اللي هنحتفظ بيها كذكرة وده الصوس اللي هيتحط على كل الحاجات اللي احنا عملناها ديت ويا رب بتكون حلقتي عجبتكم وكل سنة وانتو طيبين لو عجبتكم وصفاتي زوروا موقعنا واستنوني بحلقة جديدة انا دايما مستنياكم باي باي